هذه أبرز العناوين يهم الجماهير المغربية السلطات الكوديفورية تصدر هذا القرار قبل انطلاق أول مباراة للأسود في الكان الطاقم الطبي للمنتخب الوضعي المغربي يصدم المغاربة بهذا الخبر المفاجئ عن حاكم زياش ابن الأسطورة مرضنا والدي مات مقتولنا لقد تم فتح تحقيق ولدي نتيق في العدلة مفاجأة قوية حارس مارماريفل بليت يرحب بالدول المغربية سين بونو ويؤكد نتمنى أن يحقق النجم المغربي بونو حلمه معنا تستعد مدينة سانك بيدرو بل كوديفورة للاستقبال جماهير المغربية التي سوف تتوافد بأعداد كبيرة في الأيانات أيام المقبلة لدعم المنتخب الوضعي المغربي في نهائية كالسمم إفريقيا وقدمت الشرطة الإفوارية توجيهات للجماهير الراغبة في الحضور مباراة كالسمم إفريقيا من الملاعب وذلك تفادي للإزدحام أو تسجيل أحداث لا ريادية وعبر البلاغ عممته عبر منصة إيكس أكدت السرطة منع بيع تذكر بمحيط الملحب مطالب الجماهير باقتنائها من نقطة التي تم تحديدها سابقا أو عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغراد كما نصح الأمن الإفواري الجماهير بعدم توجه صوب الملعب دون اقتناء تذكر مباراة وتقرر فتح الملاعب في وجه الجماهير ست ساعات قبل صافرة البداية لتوفير دخول سليس وفي ضرفية جيدة لجامع الجماهير حيث سيواجه المنتخب الوطني المغربي في مستهل رحلته في البطول الإفوارية نادره التنزاني يوم الأربعاء القديم على الساعة السادسة مساء ويوجد المنتخب الوطني المغربي في المجموعة السادسة التي تضم أيضا كلا من الجمهور الكنغو الديمقراطية وزنبيا حسم الطاقم الطبي للمنتخب الوطني المغربي في مشاركة التنائي المغربي حاكم زياش ورومان سيس في لقاء تنزانيا حيث ستكون في يد طبيب المنتخب المغربي كريستوف حيث سيستهل المنتخب المغربي مشواره في كاسم أفريقيا بمواجهة تنزانية الأربعاء المقبل وتأخر سيس وزياش في اللحق بالتجارب الجماعية للأسود منذ بداية المعسكر واكتفاث نائب الركض بشكل خفيف حيث أن حاكم زياش سيشارك أمام تنزانيا بعدما تأكد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا ولا يعتمد وليد الرقرقية على عميد المنتخب المغربي غنيم رومان سيس الذي جاء للمعسكر وهو مصاب على مستوى الكحل فمشاركته محل شك حيث يملك وليد الرقرقي مدارب الأسود العديد من الخيارات لتعويض غياب سيس ومنهم يونس عبد الحميد وكانت القرعة من دور مجموعات كاسم أفريقيا 2023 قد أوقعت المنتخب الوطي المغربي في المجموعة السادسة رفقة كل من كوغون ديمقراطية تنزانيا ومنتخب زنبياء أتار ابن ماردونة الذي توفي قبل ثلاث سنوات دجة كبيرة من خلال إدلاء بتصريحات قوية حول الظروف والمحيط بوفاة والدها الذي فارق الحياة يوم الخامس والعشرون نوفمبر 2020 وقال ماردونة في حوار مع برنامج فريمزمون على قناة ميديا سايت الإيطالية لدي نتيقة كبيرة في العدالة الأرجنتينية أنا مقتنع بأن الأمر لم يكن ينبغي أن ينتهي بهذه الطريقة لقد تركوه لمصيره وعندما كان من الممكن القيام بشيء ما وأضاف لقد قتلوا والدي لن أقول من فعل ذلك رغم أن لدي أفكار حول هذا الأمر لكن لا أستطيع التعبير عنها لقد تركوا والدي لمصيره عندما كان من الممكن فعل شيء ما رغم أنه يستمتع بوالده كثيرا حيث لم يعتدد في النجم الأرجنتيني السابق بماردونة جونيورو على أنه ابنها إلا قبل سنوات قليلة من وفتها ومع ذلك فإن نجله قرر الاندمام إلى المعسكة القانونية التي بدأتها شقيقتها ضد الفريق الطبي الذي عالج ماردونة في أيامه الأخيرة متهمين إياه بالقتل مع نية المتحملة وفي 2021 تم إنشاء لجنة خبراء طبية قصد التحقيق في وفاة ماردونة وتم إرسال التقرير إلى القضاء يشير إلى أن وجود تصرفات من الفريق الطبي المسؤول عن ديغو لم تكن كافية وحادرة واتسمت بالإهمال رحب الدول الأرجنتيني فرانكو روماني حارس فريق ريفل بليت بالحارس مارمال منتخب المغربي سينبونو في الفريق وقال أرماني في تصريحات نقلتها الصحيفة الأرجنتينية إنه يرحب بالتحق بونو بريفل بليت لتحقيق حلمه باللعب له لأنه حارس مميز وإنسان خالق جدا وعلاقتي مع الجماهير يطبعها الإحترام وأبرز الحارس مارمال منتخب الأرجنتيني أنبونو النجم يعرف العالم بأسره وهو أفضل من حارس مارمال حاليين وسيكون إضافة قوية للفريق في حال انتقل إليها وتابع أرماني قائلنا لقد أحبب تبونو جدا إنه دائما ما يتحدث بطريقة جيدة وإذا كان حلمه وتحقيق تلك الصفقة واندمامه إلى فيريفل بليت فمرحبا بها وأضافة ليس لدي أي منع لتحقيق تلك الصفقة لقد كان دائما يتمنى الخير لغيرها ومن جهته أقول له مرحبا بك فيريفل بليت والوقت سيأتي وسيكون حارسا للمرمى النادي إذا كانت أمنيته كذلك وكان الدول المغربية سينبونو قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن حلمه هو الانتقال إلى الدول الإنجليزية وحمل قميص فريق ريفل بليت مستقبلنا ويشار إلى أن بونو يوجد حاليا بالكود ديفور رفقة المنتخب المغربية في نهايات كاسمم إفريقيا الفين واربعة وعشرون اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر